موسيقى صباح خير مشاهدينا برحب فيكم وينما كنتوا عم تابعونا بالبنان بالعالم العربي والعالم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث يوم الخميس 27 شباط 2014 بصرنا أني راح بضيفي بستوديو مسؤول صفحة المحليات في جريدة الأخبار الرفيق حسن علاء صباح خير رفيق صباح خير رفيق كما يحلو لك أنه استماع حزبي بالأخر حسن أهلا وسهلا فيك أهلا فيك طبعا اليوم عنوين كتير راح نقشع نحن وياك ولكن خلينا نقول تقل العنوين سيكون بالموضوع الأمني ومن ضمن الموضوع الأمني كمان الضربة الأخيرة التي وجهها العدو الإسرائيلي لي حزب الله بحسب معترف حزب الله ببيان طالت أحد مراكزه في بلدة جنتا ويلي صار في كتير لغة وقتها كلنا عشنا هذا جو اللغة يلي صار كمان راح نقش بهذا الموضوع إضافة الموضوع الأمني يلي فيه موضوع الارهيبيين موضوع التوقفات خلنا نسميها بطولات عم يسطرها الجيش اللبناني على الأرض ما بعف وين كانت غيبة بالأيام السابقة شو هي الظروف يلي عم تخلي هاي دي اللي صبحة تكر هل هو بس نعيم عباس ولا فيه واعترافات نعيم عباس وميعملوا شغلوا أكيد عم يعملوا شغلون أكيد ولكن نشوف شو هالظروف يلي أمنت إنه هالأد يقدر شو هالغطاء يلي أمن أنه هالأد يقدر سواء كان جيش لبنان سواء أكيد كله المؤسسات الأمنية إنه تعمل شغلة وقديش مسبوحين راح بهذا الشغل لقدين راح يسترجو راح يسترجو حدا يوقف حسام الصباق ويحقق معه بهذا الإطار هذا ضمن الغطاءات السياسية اللي بتكون ممنوحة لبعض الجهابز بهذا العصر على أي حال راح نحكي بهذا المواضيع إضافة إلى السياسة من البيان الوزاري إلى حكومة المئة يوم مثل ما سميها العماد ميشيل عون ومبارح كان كتير واسئ إنه الاستحقاق الرئاسي سيتموا أن هذه الحكومة هي حكومة مئة يوم بالتحديد لأكثر ولا أقل الموضوع الأقليمي السوري بالتحديد كمان راح نمرق عليه عقد ما بتساعدني أهلا وسهلا فيك معك دهب تدفع نحنا ما طلعوا لنا حكمنا لا أنتم محكومة عليكم أصلا منتهي أمركم يعني نحنا الأعلمانيون الكفر الأعلماني والملاحدة نبلش ندوب مش كلي عندك أنا برأي تبعا تشيلها ميشيل كيلو طبعا يحالك من هلا خلينا لما أنهم من يومين هو طلع بيان متل بيان داعش يعني بيحكيوا مع جريدة النهار بتخيل إنه المسيحيين إذا كانوا مناح ما حدا بيدق فيهم يعني إياه بتكونوا هون إياه بيقتلوكوا على أي حال هيدا أمور في بعضها تاخد سنين لقدام مش أيام سنين لورا سنين لقدام بالنقاش تشوفوا سنين لقدام لا يقدروا يحصوا قداش رجعوا سنين لورا يعني بهيدا المعادلة رح جارب نحكي عن هذا الموضوع لما نفوت على الموضوع السوري أكيد خلينا نبدأ من الداخل اللبناني وتحديدا خلينا نبدأ من الضربة التي وجهها طيران العدو الإسرائيلي لأحد مركز حزب الله في البقاء كلنا نذكر هيدك الليلة ونذكر قداش فتنا ببعضنا وقداش عادنا على التليفونات وقداش ضربة بالأراضي اللبنانية لا خارج الأراضي اللبنانية لا طيران السوري ضرب لا طيران الإسرائيلي ضرب السؤال البديهي آخر شي حسم حزب الله هذا الكلام بالبيانية اللي يطلعوا بارح السؤال البديهي ليش سمح حزب الله أنه يصير كل هاللغط قبل ما يطلع البيانية شو اللي كان بيمنع شو اللي كان بيستدعي 48 ساعة اللي يطلع البيانية آآ أول شي 8 ساعة جزء من المعركة جزء من المعركة رسم خطوط الحمر بين المقاومة وإسرائيل هيدا الشي بتعرف المقاومة منيح من التسعينات يعني الوضع هلأ بيشبه هالوضع سنة تسعة وتسعين وسنة تمانة وتسعين حتى بعد تحرير الجنوب يعني بين التحرير والألفان وستة دايما العدو بيحاول يرسم خطوط حمر جديدة بمعركته مع المقاومة يعلي سقفه دايما آآ كان عم يضرب بسوريا والأهداف اللي كان عم يختارها بسوريا لقصفة ولتدميرها هي أهداف مرتبطة بتسليح المقاومة صار فيه نوع من آآ التوازن اللي الكلم التزمين فيه أنه خلص الإسرائيلي عم بيعم يعني قدر الإسرائيلي يفرض شروطه بالداخل السوري بمعنى يقصف الشحنة السلاح اللي جاي على لبنان بالغارة على جروط جنته حاول الإسرائيلي يرفع السقف أكتر شو يعني؟ أولا يعني خلينا نفوت فيه نقطة نقطة أولا الإسرائيلي اختار نقطة بالأول أول ما سمعنا بالضربة وحكينا واتصلنا مع العالم قالوا على الحدود قريبة كتير مش بالأراضي اللبنانية ليش نقال مش بالأراضي اللبنانية؟ لأنه الشباب حسب ما عم يحكوا أنه القصف فعلا صار على الساتر على نقطة الحدود المعروفة هونيك يعني بيدي عشر مطار هون أو عشر مطار هون يبدأ ترسيم حدود لا يعرفوا إذا هاي داخل الأراضي اللبنانية أو داخل الأراضي السورية ولكن بالنهاية هذا موقع للمقاومة منذ ما قبل الانسحاب السوري من لبنان يعني اعتبرها حزب الله مخلص هاي داخل الأراضي اللبنانية ما رح يطلع ينفي ما رح يطلع يقول لا مش داخل الأراضي اللبنانية اللي كان عم بيحاول إسرائيل يعمله هو يوجه رسالة للمقاومة أنه أنا الأعمال التسليحية المرتبطة بالسلاح الكاسر للتوازن ما رح اسمح فيها حتى لو اضطرات فوت على الأراضي اللبنانية مش فوت بري يعني لو اضطرات أقصف داخل الأراضي اللبنانية يعني سلاح كاسر للتوازن حتى ما نكون عم نستخدم عبارات مش مفهومة سلاح مضاد للطائرات فعال مش سلاح غير فعال وسلاح مضاد للسفن كمان فعال فيه نوع من الصواريخ الباليستية بيعتبره هو كمان كاسر للتوازن فالعدو عم بيقول اسرائيل عم تقول لحزب الله انه انا هذا النوع من السلاح اذا ما تكون تكمل وتفوتوه على لبنان انا مستعدي اقصف داخل الاراضي اللبنانية مزبوط هي عشر مطار داخل الاراضي اللبنانية بس خلاص داخل الاراضي اللبنانية كانت اسرائيل بتراهن او تتوقع انه حزب الله يبلع الضربة يبلع على طريقة كيف بسوريا على طريقة سوريا لا اخر ضربة بسوريا مبلعت نظام السوري ما اعلن الجيش السوري ما اعلن عنه اخر ضربة بسوريا صارت ضمن ضمن السقف اللي رسموا الاسرائيل انه انا بقصف انا اي ضربة بتحديد عمول ليدقية ليدقية انا بقصف ايه اعتاد جنوب الليدقية صارت انا بقصف اه ما بعلن السوريين ما بعلنوا كلنا انه خلاص مش الحال كلنا عرفنا شو صار ملتزمين بالسقف اللي انا رسمته ومنسكت وما بيصير فيه رد كان المراهن الاسرائيلي على هذا الامر 48 ساعة الوقت الفاصل بين الاعلان وبين حصول الضربة هو الوقت اكيد شهد نقاشات جدية وعميئة بقيادة المقاومة لحتى اختارت انها ترد اختيار حضرتك عم بتقول رح اجي على شو اللي تم نقاشه يعني على قدمة متوفرة معلومات ولكن اليوم انت كرأي عام شو اللي بيأكد انه هذا الامر كان نقاشات عميقة داخل قيادة المقاومة مش موضوع تاني مش انه والله حزب الله لملم اللي بده يلملموا من هادي الضربة ستر اللي بده يستروا يمكن لا صمح الله كان فيه شهداء لا يقال انه ما كان فيه شهداء يعني لملم جراحه واجه بعدين من بعد ما متل ما بيقولوا محا كل الاثار اجه اعلن هذا الامر ليش نقاش مش والله موضوع تاني اثار شو رئيس جمهورية بعد ولهلا مش عارف اذا الضربة صارت داخل اراضي لبنانية او داخل اراضي السورية المنطقة فوق هي منطقة المقاومة ما حدا تاني رح يفوت على بريو لملم كرمان مين هادي اول بدي ارجع لنقطة انا ست سمار اسرائيلي كان عم بيقول انه انا هلأ بتسكته وانا بسكت وبنخلص هون ومنلتزم بسقف جديد انا رسمته بخط احمر جديد انا رسمته اجت المقاومة قالت له لا انا برفض برفض هدا السقف كيف قالت له هذا الموضوع مجرد الاعلان عن الموضوع مجرد الاعلان اسمع ليش فيه شي مبهم بهذا الاعلان اسمع لي رحنا عمناقش انا لما انتشه المعاومة بتقلي الرد في المكان والزمان المناسبين شو هيدا شو يعني هيدا سيد زحدان هيدا كلمة على طريقة اللغة العربية طبعا وليد بيك جملات يعني هيدا كلمة مطاطة بتحمل شو هيدا فيها كلمة تكون انه تبرير لعدم الرد فيها تكون انه دايب انطروا بعدين من شو فيها تكون على الطريقة السورية الرد في المكان والزمان المناسبين من بعد 3 ا4 غارات ما وين الرد يعني فيها تكون بكذا طريقة أو فيها تكون على طريقة المقاومة يلي لحد هلأ مش عارفين شو هي هذه الطريقة هلأ بدنا نصر بين الموضوع قلت لي فيه الرأي العام بدوا يعرف والأسئلة اللي سألتهم الرأي العام هون مقصوم لقصمين فيه السياسيين يلي هن ضد المقاومة يلي هن ضد أصل فكرة المقاومة ضد المقاومة ولو كانت احتمالا هاو دي مقارن حقيسة ما خصم بالموضوع هو غير معنيين بالمعركة ويعني مواطنين لبنانيين وما في شي والله مثل ما حدثك وتفضلت وقلت هيده محل المقاومة ما حدا بيفوت على هيده أرض لبنانيين تعني جميع اللبنانيين مواليين يعني مؤيدين وغير مؤيدين لا ما خصة بالتأييد بالموضوعات هاده تعني هالمعركة تعني كل من هو معني بهالمعركة غير معنيين فيها ما خصون بيسألوا بيحكوا بيطلعوا محرى بيلتفتنوا محرى بيوقف عنهم اللي إله حق يسائل قيادة المقاومة هو جمهورة وهو الناس المؤيدين للمقاومة مش ضروري مكونوا مؤيدين لمقاومة حزب الله بس بالعصر مؤيدين لفكرة المقاومة هاودي بيسألوا هاودي واجب قيادة المقاومة أنها تجاوبون وأعتقد أنه الأكثرية الصحة منها وواثقة أنه هاي قيادة المقاومة اللي خاضت المعركة من 82 لهلأ قبل بمرة كانت ترد وقبلها كانت ترد وقبلها كانت ترد وأجادت قيادة هذه المعركة خلال الفترة بين 82 والألفين وأنتجت تحرير وأجادت خوض هذه المعركة بين الألفين والألفين وستة وأنتج ali صار بتمموز وأجادت قيادة خوض هذه المعركة من الألفين وستة لليوم المعركة مش ضروري تكون مخ 있을حة من الألفين وستة لليوم بطريقة حمطلب Haiti فباعتقد هون لما بنحكي عن رأي العام بدنا نفصل يعني فيه ناس بدأت تسأل بس لا تناكف بدأت تسأل لأنه تتعاطى مع موضوع الصراع مع إسرائيل بطريقة هيك ساذجة وهبلة إلى حد ما على طريقة التوك شوين قاعدين وعم نتناقش على التلفزيون مين بيسجل نقطة على التاني آخر هم المقاومين مين بيسجل نقطة على التاني بالإعلام أو ببرنامج تلفزيوني أو بوين مكان هذه المعركة عم تخاض بطريقة عقلينية من 82 لليوم المقاومة لن تسمح للعدو أنه يفرض شروطه لأنه ليش طلع البيان طلع البيان لحتى يقوله الإسرائيلي أنه أنا مش حقابل بالخط اللي أنت عم ترسمه لأنه إذا قبلت المقاومة هلأ بأن تسكت على هاتضربة وما تجيب السيرة تكون عم تشجع الإسرائيلي عم تفتح له الباب للإسرائيلي وتقوله بكرة اليوم أنت ضربت بجنتة بكرة فيك تضرب قافلة بيبقى على الغربة بعد منا فيك ترجع تضرب قافلة حتى بالضاحي مركز المقاومة يكون بالضاحي قيادة المقاومة واعي لهذه المقطة كتير مني لهذا السبب طلع البيان كمقدمة لرد والبيان هو جزء من السياسة الردعية هو بيان هو مجرد ورقة مش أكتر ولكن بعتاد نقدر نتخيل لو أنه حزب الله ما كان طلع بيان مبارح وبقيت الأمور كنا هلا بعتاد مرأنا عليه مرور الكرام هذا الموضوع الغارة وكنا قلنا أنه بعتاد كنا حنصدق كنا بعضنا مش عارفين أنه داخل الأراضي السورية كنا بعضنا أنه بس الإعلام العدوية اللي قايل أنه ضرب حتى إعلام العدو ما قال إعلام العدو اعتمد على الوكال الوطنية للإعلام لا اعتمد على الوكال الوطنية للإعلام اللي قالت أنه صار في غارة واعتمد على قناة العربية لما قال إنه فيه شهداء للمقاومة يعني لو لم يعلن حزب الله سؤال تقني لو لم يعلن حزب الله كانت ما رأيت عند الناس وعند الرأي العام مثل ما ما رأيت الغارات الثانية اللي صارت بقلب سوريا وكانت الناس على التعاطمع بنفس الطريقة ولكن حزب الله أعطى التزام ووضع نفسه تحت تعهد قدام الناس كلها بشكل علنة لأنه بدي يرد ولأنه لن يسمح للعدو برسم خط أحزب الله هل حزب الله هو يلي سرب الخبر للوكالة الوطنية للألم بيلة لتا بلاحظتها كانت الوكالة الوحيدة اللي عم بتقول غراء إسرائيلي بالبقت لحضرتك هل عم بتقول هيد منطقة للمقاومة ما حدا بيوصل عليها ولا شيء من سرب الخبر الناس فوق عرفت فيها يعني أول واحد خبرنا بالجريد أول واحد خبرنا من الهرميل مش من منطقة قريبة منطقة كتير بعيدة انتشرت بالبقاعد نسمع الصوت كتير قوي وصارت العالم تسمع وكان في غارات كل نهار إذا تتذكري صار في غارات وهمية على خط الصحي صار في غارات وهمية كمان بالبقاع فكان في جو أنه في طيران إسرائيلي عم بيحلي ونسمع صوت الغارة الحزب سرب ممكن ممكن كتير بتصير هاي وقت بس لا ممكن المراسل بجهود الزيتية قدر جاب اليوم من بعد هذا البيان في الأراضي المحتلة وخصوصا المحادية للبنان يعني شمال الأراضي المحتلة استنفار كتير كبير كل البلديات البلدات المحتلة كمان استنفار مطلوب منها تكون بأعلى رتبة من الجهوزية جيش العدو كمان في فورميل معينة أخذ أوامر باتباعها سواء أكان عدم الخروج من السكنات سواء 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 في شغلة ما قدنا عنها قصة المكان والزمان المناسبين لا لا جايين عليها المكان والزمان المناسبين جايين عليها بهذا السؤال يعني كل هذا الاستنفار في الأراضي المحتلة حزب الله قال المكان والزمان المناسبين هاي دي الجملة بالتحديد زميلك أستاذ إبراهيم الأمين اعتبر سقطة في بيان حزب الله لأنه قد تؤدي إلى تمييع عملية الرد لا ما قال هو عم بيقول إبراهيم حسب مفهمت اللي كذبه أنه هي وقع على الجمهور سيء ما كتب هيك بس هيك بتخيل خطأ البيان تمثل في العبارة التي تتعلق بالرد في المكان والزمان والأسلوب المناسب لا يحتاج حزب الله إلى هذه العبارات التي يترجمها المواطن العربي بأنها تبرير لعدم الرد هذا قلت وقع عند الجمهور هذه الكلمة سيء يعني أنه سمعين من السوريين مش بس من السوريين كنا نستعمل نسمعه وينما كان من كل الدول العربية خلينا نقول بالأمثل القريب صحيح أحدث شي صحيح كيف سيرت حزب الله شو يعني المكان مثل ما قال المستوطن الإسرائيلي بالمطلب أنه ممكن يكون الرد مش على هاي العملية نظرياً عملكين بين الأرجنطين والصاروخ على الجليل حلو يعني قد ياروت يعني قد ياروت خارج الحدود الإسرائيلية يعني بيستبعد هذا الأمر بيستبعد جداً لما بتكون العملية خارج الأراضي اللبنانية بيعطي لحاله حزب الله هامش هامش أنه يسير يوسع الملعب يكبر الملعب إلى خارج الأراضي الفلسطينية لما بيصير الضربة داخل الأراضي اللبنانية دي معناتها الرد بد يكون متوقع الشكل المناسب هذا يترك لقيادة حزب الله الوقت يلي صار الاستنفار جين على الاستنفار القيادة المقاومة غير معنية بدغوط من نوع أنه بتكون ترده بكرة أو بعد بكرة العمل المقاومة ليس عملاً ثقرياً ولا مرة كان بسنة التسعة وتسعين والثمانة وتسعين وبالسبعة وتسعين وبالستة وتسعين كان فيه معارك كتير جولات كتير من المعارك تصير قصف متبادل وخرق لتفاهم نيسان وعملية للمقاومة تقتل الجنود يجوا الإسرائيليين يردوا على مدنيين ومقاومة ترد أو حتى بعد هذه اللعبة كتير نلعبت بعد سنة الألفان بالأول سنتين بعد التحرير فيه جولات كتير يخاضطها المقاومة مع العدو من هذا النوع ولا مرة كانت المقاومة ثقرية كانت دايماً عم تشتغل بعقل بارد وما كان عندها مشكلة أنه أحياناً أحياناً تكون الرد الأخير الرد الأخير للعدو شرط ألا يؤدي ذلك إلى إفساء أنه نفتح له الباب ده الإسرائيلي ونقله فوت يعني ما يكون عدم الرد هو تشجيع له فقياة المقاومة غير معنية أبداً بأنه بتكون ترده هلأ أو بكرة أو بعد بكرة إذا مئة ألف واحد على الفيسبوك أو عشرين موزيع أو تلاتمئة سياسة باللبنان وبالعالم العربي طلعوا تهموها بأنه أنه لا ما رديت وإنتوا عم تعملوا مثل غير كون أو أن عديتوا أو ما بعرف شو تعليقاً تحديداً على عبارة الزمان والمكان المناسبين غير معنية بهذا الموضوع هني بيحردوا يعني أنا كمواطن لبناني شفت هؤلاء الجماعة كيف يشتغلوا من 82 إلى اليوم كيف ساهموا بتحرير بيروت كيف ساهموا بتحرير صيدة كيف بعدين كان لهم النصيب الأكبر من الشغل يلي أدى إلى تحرير الجنوب كيف دافعوا عن أرضي كيف حرروا الأسرة كيف كيف اشتغلوا بالألفان وستة كيف قاوموا بالألفان وستة كيف أذلوا الإسرائيلي بالألفان وستة هاي دي المجموعة من البشر كمواطن لبناني بوسق فيهم كنا عم نحكي عن الاستنفار بالأراضي بوسق أنه بوسق أنه بعتقد جمهور الأكبر المؤيد للمقاومة جزء الأكبر من الجمهور المؤيد للمقاومة يسق بقيادة المقاومة وبيعرف وما عم بيطالبها بتخيل أنه هلا بتكون تردوا بالآخر مش أنا بدي حدد يعني من جولات الصراع هايدي اللي صارت بعد الألفان احنا مننساها هلا كان الإسرائيلي يطلع يعمل غارات صار في عملية أسر صار في عملية الأسر الأولى صار في عملية ألحان تنينباوم كان يسير في عمليات بمزارع شبعة قيادة المقاومة أحيانا كانت ترد بصاروخ على قاعدة عسكرية ما تعلن للمقاومة تعلن شو استهدف والإسرائيلي يعلم شو استهدف أحيانا قناص رصاصة قناص كانت ترد على الإسرائيلي عمقول البيان اللي صدر يعني إذا منلاحظ الأداء الإسرائيلي بعد الغارة بعد الغارة الإسرائيليين لا فتحوا الملاجي لا طلبوا من المستوطنين يبتعدوا عن السياج لا طلبوا منهم يحتاطوا كل شي بقيت الحياة طبيعية صار الأمر بعد البيان صار كل هذا لأنه الإسرائيلي كان متوقع أنه المقاومة تقبل بخط اللي رسمه وما ترد وما تطلع بيانه نظراً لها انشغالة بداخل السورية صحيح المقاومة المعنية اليوم ما هي معنية به بالدرجة الأولى هو أنه ما تعطي للإسرائيلي ما تسمح للإسرائيلي يتوهم أنه انشغال حزب الله بالحرب السورية يتيح للعدو شن عدوان ناجح على لبنان هي معنية ما يحسب غلط بهذه النقطة تحديداً هاي أهم نقطة يشتغلوا عليها وما رح يسمح للإسرائيلي يتوهم أنه هو بيقدر يشن عدوان على لبنان هلأ طيب ماذا لو استسهل مثل ما تفضلت قلة الإسرائيل للأمر على الرغم من بيان التحديد لا ما هو بدي يسير في عمل بعد البيان طيب هي هون الفكرة أنت عم تقلي أنه بموضوع الزمان أنه هاي الفكرة بضروري تعجيل عملية الرد لأنه في حال أنه بقيت هيك مفتوحة بهيدا الإطار مع الزمان بيسقط التهمة على مر الوقت إسرائيلي بيعرف يعني ما بشوفه ما رد بيرجع بهيدا يعني بتقلك بدل ما يكون الرد على مر بحده خلي يكون الرد على مرتين العدو بيعرف أنه للأسف يعني الإسرائيليين بيعرفوا كتير من هاي المقاومة أكتر كتير ما بيعرفها شعبة وحتى جزء من جمهورة والجزء الأكبر من أعداء خارج إسرائيل جزء الأكبر من أعداء ما بيعرفوا لها المقاومة إسرائيلي بيعرف أنه لما حزب الله طلع هيدا البيان وقال بدي رد يعني حزب الله جد بيعرف هذا الموضوع هذا الزلم المستوطن اللي حكي قال عندما يتحدث نصر الله نحنا نصدقه لأنه بالعادة بينفذ اللي بيقول 100% إسرائيلي بيحسبوا بهذا البيان أكتر بكتير مما بيحسبوه هون ناس عم بيحرط وهن ضد المقاومة وهن كانوا حرب تموز ضد المقاومة أما عم بيحكي عن الناس اللي بيقايدوا المقاومة عندهم ملاحظات أو حتى خصومة مع حزب الله أو حتى عداء لحزب الله بس هن مع مقاومة إسرائيل ما عم بيحكي عن هيد الفئة من الناس ما عم بيحكي عن الناس يلي هن على طريقة بطرس حرب يعني كان بدوا بال2006 إسرائيل تفوت تحت لبنت جبال أو ما بعرف مين يعني الناس بيسوقوا هلأ للصلم مع إسرائيل وللصلح مع إسرائيل بس نفس الوقت من يطلعوا ويحكوا عن موضوع الغارة طريقة الحارقة اللبنانية يلي عن جد عن جد اللي بياخد القرار والمقاومة مش من تبهلة مش شايفة مش قريون يعني وقت قلت من شواء ما بيحق لهم يحكوا يحكوا أنا ما بدون ما بيقدم ما بيأخر هذا الموضوع طيب هل سيكون لها أخوات هذه الغارة إذا المقاومة إن هذا المسار اللي بلش بالبيان بيعني إنه لن يكون لها أخوات اللي بلش بالبيان إذا ستكمل إذا المقاومة ردت فعلا وأعتقد أنها سترد هذا بيعني إنه لن يكون لها أخوات بيرجع الإسرائيلي بيلتزم بالسقف يلي ارتضاه الجميع حتى السوريين يعني النظام بسوريا المقاومة كل الناس أنه هلأ الأولوية بقلب سوريا بقلب سوريا هي للمعركة الداخلية حتى نكون واقعيين الجيش السوري ما رح يقدر يخوض هلأ معركة مع إسرائيل بكل بساطة مشغول من الحسك للجولان ما رح يقدر يرد على إسرائيل فنرجع لهذا السقف على أي حال أنا حاكتفي بهذا القدر إلى أن مرتجين نتناقش بالرد كمان كيف إجاهوا بأي مكان وزمان مناسبين على أمل أنه ما يكون إلى أخوات المرحلة المقبلة وأكيد هذا كل الإتكال على عمل المقاوم بهذا الموضوع بس المقاوم بس المقاوم شوي يعني بس المقاوم ما حدا تاني دولة لبنانية غير موجودة ليش عبدوا الدول اللبنانية مش هون ما فيه لأنه ما عنا دول بكل بساطة بس عنا جيش ما الجيش في لبنان عاجز أنه يرد على إسرائيل بيرد على إسرائيل بمعركة العديسة بس أنه بهذه المعركة الكبرى ما بيقدر الجيش اللبناني يشترك عتادا ما عنده قدرة تسليحية ما عنده تسليح ما عنده عتاد ما عنده العديد المطلوب ما فيه قرار سياسي يحميه يعني ميشيل سليمان ما بيحميه ما بيغطيه طيال المستقبل لأنه 14 أدار بدنا بنعرف شو طبخة يعني ف طيب بدنا قبل ما نفوت على محور الإرهاب خلنا نسميه وطلبنا نسميه المحور الأمن بنسميه محور الإرهاب لأنه خلاص صرنا بقلب الإرهاب في لبنان خلنا نحن وياك والمشاهدين بجولة سريعة على مقتطفات من بعض المقالات اللي جاءت بالصحوف ويا لأعادتها زميلة رونا صباح الخير رونا صباح الخير السمر وصباح الخير لكل المشاهدين جو لي على صحف اليوم رح تبدأ من صحيفة الجمهورية مع خبر أمن نشرته عن عصابة تقوم بسرقة السيارات أشارت معلومات أمنية إلى وجود 15 عصابة محترفة في سرقة السيارات في بريتيل إضافة إلى بعض العصابات الصغيرة وتعمل هذه العصابات بطريقة منفصلة عن بعضها البعض ويديرها الزعيم الكبير أو المعلم البريتالي وهو الوحيد الذي يعرف من سرق السيارة في بيروت أو أي منطقة أخرى ومن استلمها ومن أوصلها إلى البقاع ومن هو التاجر في سوريا ولا يسمح المعلم أن يتعرف أفراد العصابات إلى بعضهم أو يتصلوا ببعضهم حتى عند إتمام العملية لكي لا تنكشف السلسلة كاملة إذا ألقي القبض على أحد أجزائها ولكي لا يتصرفوا منفردين من وراء ظهره خشية الطمع بالربح وتستخدم عصابات سرقة السيارات أذكى الطرق وأدقها لإتمام عملياتها فمنها من يلجأ إلى تزوير بطاقة الهوية واستئجار السيارات من المعارض لسرقتها ومنها من ينتحل صفة فالي باركينغ فيما يعمد بعضها أيضا إلى الخلع والسرقة ومن القصص المضحكة أن بعض هذه العصابات يراقب صاحب السيارة ويدخل منزله ويسرق مفتاح سيارته فقط ثم السيارة من الجمهورية إلى صحيفة معاريف وبعد أن كانت صحيفة هارتز كتبت يوم أمس عن الاحتياطات الشديدة التي تتخذها بعض الشخصيات الإسرائيلية خوفا من ردة فعل لحزب الله قررت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بحسب صحيفة معاريف منذ مساء أمس الأربعاء رفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان في أعقاب المخاوف الإسرائيلية من قيام حزب الله بالرد على استهداف الطيران الإسرائيلي لقافلة صواريخ كانت قادمة من سوريا إلى لبنان قبل يومين وأضافت الصحيفة الجيش الإسرائيلي طلب من المزارعين اليهود الابتعاد عن المنطقة القريبة من الحدود مع لبنان خشية استهدافهم بنيران القناص في حين فرض الجيش الإسرائيلي حظرا شاملا على مغادرة الجنود في المنطقة الشمالية لقواعدهم في منطقة الجليل تحديدا والبقاء في حالة تأهب وإلى الأخبار عن البيان الوزاري من صحيفة النهار اليوم كتبت جرى خلال اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري تبني الاقتراح الذي قدمه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليس جنبلوت فيما يتعلق بإعلان بعبدة أما الصيغة المردية التي قال وزير الصحة وائل أبو فعور أنه تم التوصل إليها فهي بحسب الصحيفة على النحو الآتي أولا ذكر مقررات الحوار عموما ثانيا التزام متابعة هذه المقررات وتنفيذها وثالثا التزام المقررات الصادرة عن مؤتمر الحوار في بعبدة تحديدا وإلى صحيفة الوطن السورية أكد مصدر ديبلوماسي غربي في نيويورك أن المبعوث الخاص الأخضر الإبراهيمي حصل أخيرا على موعد مع الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون وفي مجلس الأمن بعد انتظار استمر لأكثر من عشرة أيام بقي فيه الإبراهيمي مقيما في باريس ينتظر تحديد المواعيد وأوضح المصدر أن بان سيستقبل الإبراهيمي في السابع من أذار على أن يقدم تقريره إلى مجلس الأمن في الرابع عشر من الشهر ذاته وتوقع المصدر أن يتم تحديد الجولة الثالثة من محادثات جونيف بعد العشرين من أذار من جهة ثانية اعتبرت مصادر متابعة لجونيف أن تأخير موعد الإبراهيمي ومنها تأخير موعد الجولة الثالثة من محادثات جونيف جاء بناء على طلب أمريكي لإعطاء وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وقتا كافيا لتنظيم صفوفه بعد الخسائر السياسية والأعلامية المتتالية وبانتظار ما ستقرره الإدارة الأمريكية بخصوص السفير روبرت فورد الذي من المفترض أن يغادر منصبه نهاية الشهر الحالي وننتقل إلى صحيفة السفير وأيضا في إطار الوضع السوري هذه الصورة نشرتها اليوم صحيفة السفير مأخوذة في الواحد وثلاثين من كانون الثاني الماضي ووزعتها وكالة الأونر وأمس لمواطنين ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في مخيم اليارموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق ومن السفير سننتقل إلى صحيفة الحياة وخبر من العراق أكد قاد أمنيون لصحيفة الحياة في محافظة ديالة شمال شرق بغداد مقتل أمير تنظيم داعش في المحافظة خلال عمليات ثأر لفاروق التميمي التي أطلقت لملاحقة المسلحين وأوضح الناطق باسم قيادة الشرطة العميد غالب عطي الكرخي أن قوة أمنية تمكنت خلال اشتباكات عنيفة من قتل أمير تنظيم داعش ومساعده في أطراف ناحية السعودية تزامنا مع عمليات ثأر الشهيد فاروق التي انطلقت قبل أيام لتعقب تنظيم شمال المحافظة وأضاف أن قوات مساندة تمكنت من اعتقال ستة من عناصر داعش في مناطق حنبس وسنسل شرق قضاء المقددية وإلى صحيفة نيويورك تايمز التي كتبت اليوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو خلال اجتماعهما المحدد الأسبوع المقبل لقبول اتفاق الإطار المفاوضات مع الفلسطينيين الذي وضعه وزير الخارجي الأمريكي جون كاري أوباما سيمارس أيضا بحسب الصحيفة ضغطا مماثلا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اجتماعهما المقرر في وقت لاحق من الشهر القادم وفي السياق ذاته أعربت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو لصحيفة نيويورك تايمز عن اعتقادها بأنه سيتحفظ بشكل عام من بعض المضامين الواردة في اتفاقية الإطار الأمريكية الخاصة بالتفاوض مع الفلسطينيين دون الخوض في تفاصيل تحفظاته كما رجحت المصادر أن تكون معارضة الجهات اليمينية في الحكومة لقرار نتنياهو المرجح باستمرار المفاوضات على أساس وثيقة كاري معارضة ضعيفة وإلى رئيس أمريكي آخر وخبر من صحيفة الشرق الأوسط مع هذه الصورة لجورج بوش الإبن وهو يرسم لوحة وكتبت صحيفة اليوم بعد انتهاء ولايتها الرئاسيتين في 2009 اتجه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن إلى الفرشات والألوان ورسم المناظر الطبيعية والحضائق والصور الحيوانات ويقدم بوش الإبن الذي تحول إلى رسام بعد أن غادر البيت الأبيض أعماله الفنية للمرة الأولى في معرض ينظم في نيسان المقبل تحت عنوان فن القيادة الدبلوماسية الشخصية لرئيس وسيضم أكثر من 20 لوحة وتحفا وصورا فوتوغرافية وتأملات شخصية بوش عم يمضي كل لوحاته بالرقم 43 كونه الرئيس 43 للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخبر لحنوصل لنهاية جولتنا فاصل أصير ونرجع لمتابعة برنامج الحدث رحل فيكم من جديد وشاهدين أو أتابع الحوار مع ضيفة أستاذ حسن علي أهلا وسهلا فيكم من جديد أستاذ حسن شو كان المركز ياللي نضرب على الحدود رح تالي نحسم هالمحور والنقاش كليا يعني في معسكر كبير بمنطقة جنتة معروف من من زمان كتير بال94 بعتقدت اتعرض لغارة استشهد فيها عدد من المقاومين كانوا عم يتدرب وفوق عسكر تدريب يعني وفي مباني تستخدم لأغراض أخرى لتسليح المقاومة يعني هيدا مركز حدودة لا مش مركز حدودة مش معبر يعني تروحي بتخطم مركز حدودة يعني إذا بعيد عشر متار عن هيدا الدنيا سايبة فوق يعني يعني بيكذروا الشبيب لا مش سايبة الدنيا هونيك مش سايبة أبرا يعني الحدود الرسمية سايبة ميحاك لا ما في دولة بلبنان ما في دولة مش سايبة من أبرا ما في دولة حتى تكون موجودة هونيك لو في دولة ما كان في عنا مقاومة ما كان في حاجة لوجود المقاومة بس اللي عبد يقوله أنه أنه بالآخر المقاومة عندها شغل تسليحي وكل الوقت بدأت تكبر أدراتها وبدأت زيدها وبدأت ترفع مستويها فكتير طبيعي أنه جيل سلاح من سوريا على لبنان أنا هلا من كلامك لك أنه بفهم أنه ممكن يكون ممر لسلاح المقاومة من الداخل السوري صحيح معبر لسلاح المقاومة من سوريا على لبنان وكونوا منطقة هالأد قريبة من الحدود وهالأد قريبة من مناطق هلأ الصراع الأساسي في سوريا والمعارك الدائرة في سوريا من يبرود إلى كل منطقة الألمون ما بيسوى يكون كمان مثلا مركز مدفعية للحزب أو ملصات صواريخ بعيد عن نسبيا يعني بعيد عن يبرود بعيد عن المنطقة اللي عم بيصير فيها اللي عم بيصير فيها معارك أصلا المعارك ما عم بيكون على يبرود بس شباب عندهم صواريخ إلى ما بعد بس ما عم بيضربوا من داخل الأراضي اللبنانية إلى جوا منهم هلأ طبيعة المعركة بيبرود بمنطقة الألمون مش بيبرود باستخدام هاي المناطق بس على الهاميش ما رح يخبّل حزب شهدائه يعني هو شاهد إمان مغنية وأعلن عن استشهاده تاني يوم الصبح استشهد بالليل الصبح وأعلن عن استشهاده وهو شخصية كان ما فيه اعتراف رسمي من حزب الله أنه موجود أنه هو جزء من المقاومة مش أنه مجزء أنه هو ناشط حاليا من المقاومة ف ليش برن يخبّه إذا فيه شهيد برن يشيعه برن يعلن عنه مثل ما صار وقت انفجار النبيشيت إذا تذكري من سنتين ويوم صار ينقال أنه هدي تستشهدوا بسوريا أو لا وأعلن عن الشهداء كذلك مخزن السلاح صح انفجر مخزن السلاح وأعلن يوم عن أسماء الشهداء وتشيعه ونعمل لهم ذكره وأهلهم معروفين يعني لا شهداء للمقاومة في هذه الغارة لو فيه ليش برن يخبه مش رح يخبه مش عم نقش بعملية تخبية لس عم تشوف أنه العربية عرشت هي المنطقة هونيك بدأ ساعة ونص ليوصلها الواحد العربية دايما بتعرف مصادر حزب الله أنه هي وعقاظه والوطن السعودي أنه معلين ما أنت بررت كيف وصل الخبر للوكالة الوطنية أنه غرق إسرائيلية مش غرق سورية أنه بتقدر العربية تعرف إذا فيه مثل ما قلت كان فيه شهود عيان في عالم في أهل المنطقة سمعوا الصوت بس أصلي ما عارفوا شو اللي انضرب الإرهاب في الداخل المبناني مسلسل طويل عريض عبتكونوا أنتوا بصحيفة الأخبار من الأوائل اللي عم بيكشفوا هذه ما بايفين عم يعطيكم هالمحاضر كلها وسرية العمل هو ذاته المحضر هو ذاته المحضر اللي نشر عننا نشر عنكم بس سابت ما عارف لأي عنا بيّن أكتر من عنكم وعنده تليفزيون لأي أولك باعتقد حسيته أنه مشغول عنكم بسرعة كان أنه ما لحق رامزي يشتغل وياخد وقته فيه أنه وصلكم إذا وصلكم بالوقت اللي وصلنا فأكيد ما لحق يشتغلون كان بده شوية وقت أكتر ريلاحق أنتوا كانوا معكم كل الليل تشتغلوا أكتر بهذا الإطار على كل حال المبدأ واحد بما أنك عم تستفزني بهذا الموضوع حتى إنا الخبر قابلكم كسبق صحفي مش الحال عترف لنا فيه إنه مش فاتي بتنافس معكم لا ما فينا ما نكون بتنافس على تنافس الشريف سبع الصحفي أهرتك هادي إنت طبعا أهرتك أهرتك جدا أهرتني أنه يطلع يعلن اسم شهيد مش عندكم عند غيركم وعندنا أوقات ما نغلق يطلع اسم يعلن اسم شهيد قبل ما يعرفوا أهله أهرتني أنه في نقاش جدي بالجريدي وبكل وسائل لازم يصير أنه صورة أشلاء بشرة ما لازم نحط كثير بسيطة حيصير عنا انفجارات كتير وصار عنا انفجارات كتير إن شاء الله ما يصير ولا انفجار بس إنه في قواعد بسيطة للعمل الصحفي أنا بأيدك بهذا الموضوع أنا بأيدك بهذا الموضوع بس هيدا واقع الحال وهيدا في شيء اسمنا المباشر على الأرض ما فيك تلحق تخبي كل شيء علما أنه نحنا معلش بدك تسمح لي إحكي عن حالنا نحنا كنا مهنيين أكتر من غيرنا بالأجزاء اللي قدرنا نعمل لها موزاييك ونخبيها قدرنا خبيناها غيرنا طرع فيها بلا تخبيي يعني بس مشكلت كون أنتو أنت بالزيطة بتشوف أملا نحنا ما بحرف ليه بتغار بتغار شو بدي أعمل لك يلا ماشي الحال خلينا نروح من منضيع بوصلة النقاش خلينا نروح إلى الموضوع الأرهاب بالتحديد من وقت اللي انكمش نعيم عباس اللي يعتبر من أحد الرؤوس وبلشت حجار الدومينو تكر وهذه السبحة تكر ويعمل سلسلة الاعترافات وخلينا كمان نعترف بأن الجيش عم بيقوم بعمل جبار على الأرض وعم يدفع ثمنه دفع ثمنه بالهرمن صحيح بعد رح يدفع ثمنه الله لا يقدر هذا واقع الحال يعني فيه أتمام بدا تندفع مقابل كل هذه الأمور اللي عم تصير ولكن وين صارت هذه السبحة تمان عيد الحكية اللي عم ينكتب كل يوم بالجريد وين صارت هذه السبحة في محلات عم يقال أنه في أسماء عم تنظلم في محلات عم يقال أنه في كلمة لهيك في معايير مهنية لازم نلتزم فيها نحنا قابلكم وغيرنا أو أنت ماشي الحال هلأ خلينا بهيدا النقاش بالتحديد وين صرنا بمعركتنا على الإرهاب فيه ثلاث خطوط أساسية بموضوع الإرهاب أولا خط نعيم عباس يلي هو كان مثل وكيل لشغل جبهة النصرة وداعش الدولة الإسلامية والعراق والشام ببيروت بالبقاء خط تاني عم يشتغل انتقلنا دغري الخط التاني هو الخط اللي عم يشتغل بالهرمل تطلع السيارة من عرسال مباشرة بتجي بتكون موجودة بالألمون أو بيجيبوها دغري من الألمون على عرسال ترجع تطلع من عرسال على الهرمل هو خط كتائب عبدالله عزام هو منفصل على الخط الخطين التانيين كتائب عبدالله عزام مجموعة سراج الدين زرائقات نعيم عباس كان هو هو الرأس هو اللي يشتغل بأيده هو اللي يجيب الانتحار هو اللي يدربه هو اللي يأمل ينزلوا على الشارع العريض يقلوا بدنا نزور يدلوا وين بدو يفجر حاله ويرجع يعطيه السيارة ويودعه ويفل كان يجهز العملية من الألف للي بس كانوا يسلموه من السيارات المفخخة الخط التاني يعني توقيف نعيم أدى إلى فرض كل مجموعته الخط التاني اللي هو خط سراج الدين زريقات هذا الجيش قبل ما نقول على الخط التاني وسراج الدين زريقات كان يسلموا السيارات المفخخة طيب إذا عم نقول أنه سيارات اللي عم تنفجر من الهرمل هي اللي عم بتفوت عن طريق عرسال السيارات اللي عم توصل على بيروت كمان نفس الشي بس خط تاني بالشغل يعني مش نفس المجموعة يعني كان عمر الأطرش مثلا حسب اعترافاته يجيب له سيارة لناعيم عباس يسلموا إياها على جامعة خاشق جي مثلا مش هو ذاته عمر اللي بيبعث السيارة على الهرمل حدا تاني سراج الدين الزريقات هلأ تم توقيف مجموعة اللي توقفوا بطريق جديد من عشرة أيام تقريبا هيدا المجموعة بتساهم بشل حركتهم جزئيا لأنه أثبت تفجير السفارة هيدا المستشارية الثقافية الإيرانية أنه قررين يشتغلوا بدون وجود هذا الشخص اللي توقف أبو علفة والمجموعة الثانية ومجموعة الشباب اللي معه لأنه هني كانوا شغلهم لوجيستي أكتر من تنفيذ هني كانوا يراقبوا هني راحوا راقبوا المستشارية وراقبوا تلفزيون المنار اللي على الأزاعي مش اللي عمير حسن هني مش اللي كانوا يبعثوا الانتحار يروح يفجر حاله فبعد في حلقة تانية هون مفقودة حلقة الثالثة بيعرسال ما بده جهدي كتير هون الجيش عم بيقوم بجهة جبار نعم علاصر الجيش عم يعملوا جهة جبار وكل يوم عم بيعرضوا حالهم وفدوا الهرميل من ماء يعني فيه استشاريين كانوا على حاجز الهرميل علاصر الجيش رحي أنقذوا الهرميل من مجزرة كبيرة ومن يعني بيخجل الواحد وعم يحكي عنه قدام اللي قدمه بس فيه شغل آخر لازم تقوم فيه الأجهزة الأمنية مجتمعة بقرار سياسة وهون رئيس الجمهورية أجهزة الأمنية مجتمعة مجتمعة فيه قدرة على هذا الأجمال فيه قدرة على هذا الأجمال يعني مش شايفين أنه مجتمع شايفين أجهزة أمنية وتناحرة لحد هلأ ما عم ينسقوا مع بعضهم عم يشتغلوا شغل هوات بعضهم بهذا المجال فيه معلومات بيعرفوها أجهزة أمنية من الوسائل الإعلام من الصحف من التلفزيونات يعني بدل ما يكون الملخص واصل من جهاز أمن جهاز أمن تاني بيجي بيقرأه بالجريدة أو بيشوفه على التلفزيون شو سبب هذا الشيء سبب هذا الشيء ما فيه مرجعي سياسي من مسؤول عن عدم تكامل العمل وتقاطعه بين الأجهزة الأمنية بكل العالم حتى بالدول اللي فيها أجهزة محترفة جدا يعني مثل بإسرائيل وصلا فيه تنافس دايم لا تنافس شيء وعدم التكامل والتعاون والتنسيق شيء تاني صحيح وبيصير عدم تنسيق بس بالآخر بإسرائيل إذا الشباك وقف واحد بتجارة المخدرات بيخبر المصاد وطلع هذا الزلم بيقدر يعرف معلومات عن مخزن صواريخ لحزب الله بيروح بيخب الشباك بيعطيها للإستخبارات العسكرية ما بيخبية عندنا هون لا بدو يكمل الموضوع للآخر إلا إذا كان بيمس بالجهاز الأمن الثاني فرع المعلومات ما بيبلغ الجيش إلا إذا كان بيمس بالجيش والجيش ما بيبلغ فرع المعلومات أوقات ما بيبلغهم بالمرة إلا إذا بيمس فيهم فما في تنسيق ما في أرار سياسي بالتنسيق أصلا نرجع لنفس الفكرة من بيأخذوا هالأرار سياسي بأنه في شخص اسمهم بيشيل سليمان هو رئيس الجمهوري مفترض يجيبوني يجمعون مش مثل الاجتماع الفولكلوري اللي صار بس اليوم عندنا مشكلة معنا بنا نحكيها مثل ما هي عندنا مشكلة اليوم أنه كل جهاز أمني محسوب على جهة طبعا اليوم مثلا فرع المعلومات محسوب على 14 قدروا على طيار المستقبل بالتحديد اليوم عندنا مع أنه أنا ضد هيدا الموضوع كاملة يعني جملة وتفصيلا لأنه مخابرات الجيش هي تنتمي لها المؤسسة العسكرية اللي هي على مستوى كل جيش ما فينا نقول أنه الجيش تابع للجهة في جهة موطورة بالبلد هي بتعادل جيش أكيد أكيد بس ما هو من كتر ما بتنوتر هيدا الجهة وبتعرب الجيش عم بتصير عند الرأي العام في هيدا الفكرة في هيدا الإنقصام اليوم طيب هيدا عدا عن الجهات الأخرى فهون في شغل عم بصير جبار على الأرض عناصر عسكر على المستوى الأرار لا بعد في شغل كتير لازم يصير لازم الدولة لازم كل بساطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والله الأمور سهلة ما بده كتير والوزراء المعنية وزير الدخلية وزير الدفاع ووزير العدل بأنه معني كتير بالأمن كمان ف في خطوط في خطوط عم تشتغل على تدمير هذا البلد هيدا الخطوط ممكن أقفالها بكل سهولة ممكن تجفيفها طريقة عرسال اللبوة مانا صعبة المجموعة أبو طاقية الموجودة بعرسال يلي مسؤولة عن صفق دم الناس ببيروت وبالهرمي معروفة بالأسماء طبعا مش معروفين بالأسماء معروفين هلأ وين موجودين هلأ هلأ وين موجودين طيب شو يعني هلحكي معروفين وين موجودين هلأ ليه ما عم تلعجبون هلأ ست سمر هاي المجموعة محتلة عرسال هلأ رئيس بلدية عرسال كل ما واحد حكى كل ما بيطلع بديو رد بديو منديهم إلحان هوني يتهمون أنه عميل للمخابرات هوني هوا المجموعة همي إتهمون But it's hard to realise ووصلوا تحذيرات من الأشهز الأمنية أنه ننتبه منهم ما عمنا حكي عن عرسال بس من النهية المستخدمة ونصل على بريتال البريتال في عندك عرسال في بريتال بريتال ما عم يطلع منه سيارة من فخخة بريتال عم يقومون لا تتفخخ frene إنه ما هي زيتها في ترابلوس كمان هلأ جايين على هذه النقطة بتحديد ما هم نخصص عرسال بالمبوع يعني ما اللي بدي يقوله عن عرسال هاي المجموعة محتلة عرسال حاليا عرسال خارج الدولة اللبنانية هذي خارج سلطة الدولة عرسال حاليا تخضع خاضع على توازن بين جبهة النصرة وبقايا الجيش السوري الحر جبهة النصرة وداعش يعني كمان حرب الآخرين على أرض عرسال يعني لو ما فيهن لو ما فيهن مجموعة من أهل عرسال عم تساعدون ما فيهن يعملون هاي نرجع منقول ما من عمم على كل أهل عرسال مجموعة مجموعة بالعكس فيه شباب بعرسال شفناهن وأني ضد هدا الأمر ومش رح نحكي شعر يعني بس فعلا فيه علاقة جيدة ومتينة يعني فيه ود بينهم وبين محيطهم بالآخر الولاد بيئة وحدة يعني على المهرب اللي جاي من من الأسر والمهرب العرسالي بيشتغلوا سوا صلوا ثمانين سنة يعني وصحاب وأحباب وجيرة مش بس بالتهريب يعني بكل شي بيشتغلوا سوا وبيعيشوا سوا وبتصهرين وكل شي طبعا ولحد هلأ يكير ليفت أنه ما فيه ردود فعل حتى اللي صار أنا هلأ بدي أوصل لنتيجة بهيدا السؤال بدي أوصل لنتيجة أنه اليوم لما بتقلي مجموعة أبوطائية ومجموعة غير أبوطائية وغيرة من المجموعات المعروفين بالأسماء والأشكال وهلأ وين يعدين عم يشربوا أهوية طب شو عم تقول يا شو عم تجيب تقول للناس عمول دولة مستقيلة يا ست سمر ما الدولة مستقيلة من حل أزمة الكهرباء في لبنان قبل ما يجب رامب يسيل ويعمل خطة قبلهم عمل خطط يعني بس أصدي أنه حتى نطلع عم نحكي طبس ما هذا ما بيسوى يعني هذا ما فينا نشبه لموضوع الكهرباء والماء وغيره عم نحكي بالموضوع الأمني بيأمور أبسط من هاي بعدك عم تقولي لي تحت الهواء كما عنصر عنكم بسكنتا كما عنصر قوة أمن ما الدولة مستقيلة ما الدولة مستقيلة داني بيخضون بالليل على أجديد للي بيهموا يطلع يسروا يعني هلأ أنت فيك عانينا كتير مننا هيدا القصة وما فيه عسكر يغطي طبعا فالدولة مستقيلة من كل دولة الوحيدة بالعالم نحنا يلي ما فيه موازنة صلى سبع سنين ما فيه موازنة ما فيه غيرنا رقم إياسي عم نسجده كل يوم عم نتأخذ عم نرفع الرقم الإياسي ما حتى رح يسبقنا عليه ما حدا حتى الدول المصنفة فيه شلي عندها موازنة دولة مستقيلة من كل واجباتها فطبيعة استقيلة من الواجب الأمنة الدولة مستقيلة من كل واجباتها نعم الجيش مفوض اللي عم تقولي غطاء سياسي وغير غطاء سياسي الشعب مفوض الجيش ليش ما تتاخد هذه الخطوة ويبطل الجيش يتمرد نحاك يتمرد الجيش يبطل ينطر الغطاء السياسي ويعمل يلي بيلاقيه مناسب هو على الأرض ليش ما بتتاخد هذه المبادرة استمر في شي نحنا عم بحلم يمكن لا مش عم تحلم في شي من ننسى كتير شاطرين 14 ضرب الإعلام نرجع من أولى دايما هذي طرف كتير قوي نحنا مننسى اللي صار بآخر 2011 بعرسال لما طلع الجيش بده يوقف حمزة الأرقوس فيه قرار سعودي نفذوا طيار المستقبل ساهم فيه شخصيات أمنية ساهموا فيه 14 آدار كلهم عن علم أو عن غير علم بإخراج الدولة اللبنانية من عرسال بلش هذا الشي من 2011 راح الجيش اللبناني أول مرة بديوقف حمزة الأرقوس تم السطو على دورية مخابرات الجيش وأخذوا لهم سياراتهم واسلاحهم واعتقلون يوما قالوا واعتقلون من حزب الله مش من الجيش كل مرة بيقولوا من حزب الله تاني مرة طلع الجيش اللبناني بديوقف خالد الحماية خالد الحماية دي اللي عم نكتشف يوم بعد يوم قديش دوره فهذا لا يبرر أكيد أنه ينقتل أكيد اللي يطلعوا أن يوقفوا مكان نيتهم يقتلوا بس يوم طريقة شغل 14 قداروا تغطيتهم لمجموعة خالد الحماية وتغطيتهم لقتل عناصر الجيش بجرد عرسال طريقة مباشرة أو غير مباشرة بل يحط حواجز قدام الجيش بالآخر أنه جاء قهواجي منه سوبرمان عنده حساباته عنده حساباته لإعلاقة بالمؤسسة لإعلاقاته لإعلاقاته لإعلاقات بالوضع بلبنان لإعلاقات الحساسيات اللبنانية السياسية والطائفية والمذهبية أريد يشوفها هاي كلها مش أخذ قرار يعمل انقلاب طالما أنه مش أخذ قرار يعمل انقلاب بده ياخد هاجه الامور بعد الاعتبار. صار مطلوب انقلاب برأيك? انه ما حدا رح يعمل. خلينا نكمل. هيدا الخط الاول. الخط البيانة. لأ فتنة لامور ببعضها يعني. لأ لأ رشعنا نحن عم نحكي هلا عن موضوع السيارات كنت عم قلت لك انه كنا عم نحكي عن مجموعة سراجدين زراقات. وانه هل نفس السيارات ايضا تدخل من هذه المناطق قبل ما نروح على على الدباج التاني. طيب كنا عم نحكي اليوم كمان عن بريتال. بالتحديد. يعني هي عم تكون خلينا نقول. وقت لحكي وزير الداخلية عن بريتال. طلعوا بيان اهل بريتال بس مش باسم البلدية. وقالوا له فيه تعوقف المطلوبين. كمان معيب على الدولة انه بعد في واحد. هلا ما عم بيطلعوا سيارات. بطلوا يعني بيبعتوا سيارات على سوريا. هل حاليا. وقفوا من كذا اصبوع. لانو شفون عم يرجعوا لعندل. مية بالمية. وقفوا حرامية السيارات. وقفوا يبعتوا سيارات على جوه على سوريا. او الاساسي في هون وقف يبعت سيارات لجوه. من هو الاساسي؟. المعروف اسمها ما ميمطة. كما قالنا او طائية. هني ميمحا وميمطة. فوقف عم يبعت سيارات. بس كمان عاب على الدولة. مش عاب. ما في اشي خلاص بطل واحد يعرف يقولها اللب شتيمة. فاحسن ما يقولها. انو يستحوا يعني انو في تاجر سيارات مسروقة. يطلعوا يجيبوه. هل قد صعب القصص. ما قدروا بالقوأ بالسابق. بك ففتي ففتي. لما كانوا بدون. مش منطق. طيب. يا سيد سمر. اذا انا بموقع المسئولية. اذا هو بموقع المسئولية. ما حن هو بموقع المسئولية. بده ياخد قرار يزعع للناس. ما في فيق الصبح يقرر يعمل تسوية مع حزب الله. مع طيال المستقبل. مع النظام السوري. مع الامريكان. مع السعودية. بنفس الوقت. ويجي يقول انا ما عم يطلع معي شغل. بني جزعع للعالم منك. ما عم بحكي عن شخص. عم بحكي عن الكل. وزير الداخلية معنى بهذا الحكي. قائد الجيش معنى بهذا الحكي. اه مدير المخاورات معنى بهذا الحكي. اللي عم يجا دي دوله كل مرة وحنا بيعرف لاش. اه. غير مدير المخاورات. كلهم. اه عماد عثمان معنى بهذا الحكي. ما في الواحد. ما في كل المسئولين الامنيين. ما فيهم يقرروا يعملوا تسوية مع كل الناس ويقولوا مع عم ننجح بالشغل. مثل على طريقة زياد بارود. زياد بارود كان اه. يعني عنده مشاريع واحلام كتير عظيمة. بزياد بارود مقرر من قبل الضو قبل ما يفيه. انه هو صحبه مع كل الناس. لأ بجيزعل الناس منك. طبيعي تزعل الناس منك. انه اذا نص الناس زعلت عنك. بما انه ما حدا مقرر يزعل حدا. يعني يزعل الوطن كله يزعل البلد كله. ما حدا مقرر بما انه ما حدا مقرر يزعل حدا. كيف هنا نكمل? كيف رسمنا البيانة مكمل بالارهاب بالمرحلة المقبلة? هلأ قسمنا البيانة ما بدنا نكون نجزم ونقطع بالامور. حسب ما نبيني هلأ حسب المؤشرات اللي طالعا. امريكان مكملين يعطوا معلومات للاجهزة الامنية تحديدا للجيش. حزن الله بس يكون عنده معلومات. بيه معلومات كثيرة عم يعطيها للجيش. فرع المعلومات هلأ بده يعمل كزا ضربة. بده يبلش شغل على هيدا الموضوع. وبلش. يعني يوقف كم مجموعة بده يعمل شيء. أي مجموعات? يعني بده يوقف وينما كان. بطرابلس بده يحاول يشتغل. بده يحاول يشتغل. مهمة. بيعرسال متروكلة بكل صراحة. بيعرسال مش رح يحاول. لا متروكلة قرار سياسة لاتفاق. يعني مش رح يحاول. بالآخر بدي يكون مضطر يحاول. هون في خطين أساسيين. هاي متل انه متل بين المقاومة وإسرائيل. انه المقاومة بده تمنع إسرائيل ترد. فهي بده تفتش عن طريقة تضرب فيها الإسرائيلي. توجعوا بطريقة سكتوا وما تستدرجوا لا يضرب. نفس الشي هون عم يتصرفوا الأمريكان وطيار المستقبل مع الإرهاب. هن ما بدهم يريحوا حزب الله بلبنان. هيدا عنوانهم الأساسي. ولكن هن ما بدهم يسمحوا للقاعدة أن تهز الاستقرار بلبنان وتوسطوا لحفة حرب أهلية. هادي واحد. اثنين طيار المستقبل معنى بعدم السماح للقاعدة أن تاكلوا بيقتوا. فهو الحدان. لابدوا يريحوا الحزب. يعني ما انهم كتير زعلانين. انه مثل ما قال له أحد السياسيين للسفير الأمريكي. قالوا جمهورنا بيزعل لأنه انفجرت سيارة بالسفارة الأمريكية قدام السفارة الإيرانية. بيزعل لأنه ما نجحت. ما بيزعل لأنه صارت. معنى أنه ما وصلت للهدف اللي كان بده إياه الانتحاري. فا. مين اللي قاله هيك بس فيها. ما رح أسميه. بس في حدا نقوله هيك. عم نفس الوقت ما بدهم البلد يفلت وما بدهم القاعدة تاكل بيقته. فبن يشتغلوا بين هول حدان. سيدي معادلة اللي صعبة جدا يعني. مية بالمية. ايه كتير صعبة. مثل هلا نفس المعادلة اللي عم يعملوها الأمريكيين بسوريا. ما بدهم النظام يربح. ما بدهم النظام يربح. بس بنفس الوقت خايفين إذا سقط النظام يسيطروا القاعدة. فبين هول خطين عم يشتغلوا. هن والسعوديين ما كتير فيها معوني. طيب. إذا بنرجع على موضوع التحقيقات اللي كانت عم تصير معنا عيم عباس ومبارح توقيف الحمصي. أبو عمير اسمه. أبو عمير الحمصي. أبو عمير. اه. وفي كتير ناس توقفي. ترع بيان من حسام الصباغ. يعني اسمه ورد. صحيح. متل ما كلنا قرينا يعني. صحيح. حسام الصباغ حالي خاصة. صحيح. فيه كلمة بالمؤدنة بتقول بعيون. يعني كما يراه مقربون منها. ما عم بيقول هو. على أي حال. آآ. طيب. بسا بدي اخد حالة حسام. شو? بيحبون رضوان شو ما عميل. ما عنقصكم رضوان عكل حال. لا لا. زميلنا بنوجه له تحية زميلنا قبل ما يكون زميلكم كمانا. بنفس الاطار. على أي حال. آآ. حسام الصباغ. خلني اخدحوا حالة حسام الصباغ بالتحديد. عمل. انه غضبانين علينا بترابلس. وبدوا يقطعوا نيو تيفي عن البس. وعن الدش. وكل هذا الامر. وبعكار كمان. حالة. بسا حالة. مثل حالة حسام الصباغ. من يتجرأ. مثل ما قلتلك بالمؤدمة. انه يقل له. مش يبقفوا معه يقل له محلى الكحلة بعيونك لحسام الصباغ. يلي عنده. يقال تلتمية مقاتل. ولكن يبدو انه في شيء الف يعني. وبإشارة منه طول على الارض وبتهدى الارض بترابلس. لدرجة انه حتى الاجهزة الامنية بتستعين بحسام الصباغ لتهدى الوضع على الارض. وبيحضر الاجتماعات الامنية اللي بتصير بترابل. مين بيتجرأ يقرب عن حسام الصباغ؟ هلا ما حالة. هو بيعرف انه هو بيقول وكتير سلفيين. ريت لطيك تدرسلي كلمتك شوائي. حكيني عندك تخبر. في جملة كاتبة رضوان انه هني بيعرفوا السلفيين وبيستعملوا دايما تعبير انه يسمنون للدبح. يتم تسمينهم للدبح. للاسف حالة مثل حسام الصباغ. هلا الدولة اللبنانية. علمان انه حريص انه ما يعلق مع الدولة. اي صحيح. دايما. طبعا. الدولة اللبنانية بتترك هيدا الحالة تكبر 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 تكبر. بالآخر بيصير في تسوية سياسية. عطاري تحمد لسيري يعني؟ مش بس احمد لسير. لا على طريق كل معاناة السلفيون والاسلاميون في لبنان من سنة الالفين لليوم. حتى من قبل سنة الالفين. نايمان بيتكبروا بيتكبروا. و بيتم أكلون كوجبي كبيري وجبي دسك. بيكونوا أحيانا مثل اللي صار بي نهر البارد صار يتجمعوا من يعني. هيدا هيدا سياسة سليمة عمليا يعني. انه اللبنانطر ليصير مثل ما صار بي عبره لا مش سليمة. و ليش هم بتعتمد؟ لأنه مفروضة يعني؟ لا مش لأنه مفروضة لأنه بنا ننلا نكررها زهد. زهدنا مننا نحنا والعالم زهد مننا. ما في دولة في لبنان تجي تجتمع وتقول أنا أولويتي. أنا أولويتي كذا. بتنترك معالجة بطرابلوس على حدا مثل عامر الحسن. على حدا مثل أشرف ريفي. وعلى حدا مثل كان قبل شأي معراجي. وبعدين. وهيك بتصير تنترك القصص لاجتهادات شخصية أو لارتباط فلان بجهة سياسية. بجهة سياسية ما. يعني أشرف ريفي كان عم يشتغل بطرابلوس. طيار المستقبل. مصلح طيار المستقبل. عم الوازن بين مشروعه الخاص. والجيش شو بده. غيره كان عم بيفتش بده يجيب مصاري من طرابلوس. هل قد بهذه الطريقة السخيفة تدار الأمور. بس في بالآخر اللي صار بنهر البارد. في تقرير عمل تقدم لمجلس الوزراء بيل 2007. يوم ما عملو فرع المعلومات. ختمو له هيدا التقرير ليقولوا فيه انه هاو مجموعة نهر البارد. كل العالم كانت مستفيدة من انه نجمعه هونيك ونقتل. نفس الشي اللي عم بيصير بسوريا هلا. نفس الشي عم بيصير بطرابلوس. في جهة بطرابلوس عم تتكبر. عم تتضخم. لا تندبح بالآخر. اي مش انه حدا قرر من الصبح انه انا بدي فيه اعطي فلان سلاح هون واعطي فلان سلاح هون واعطي فلان سلاح مصاري هون لحتى يكبر. ولا هي الامور لحالة رايحة. بسبب تخازل سياسية ترابلوس. بسبب عدم وجود دولة لبنانية. بسبب تورط الامنيين بالشمال مع الجهات السياسية ومع المسلحين. وبيخافوا منهم وبيستعملون وبيتزون. كل هادي عوامل مع ظروف اجتماعية وطائفية ومذهبية واحتئان وسوريا وسلاح المقاومة وغيره. كل هادي الظروف بتخلي هادي المجموعة بترابلوس تكبر. بالآخر بتنترك. وبيوصلوا للاحظة. في حدا بدويجي ياكلها لهادي الوجبة. وكمان يستفيد منها يعني يستفيد منها بالسياسة. يستفيد منها بمنصب معين. يستفيد منها بيبيع على الامريكان. يستفيد منها بيبيع على النظام السوري. شو في جديد عن احمد الاسير. ما في جديد. يعني كل ما طلع حدا عم يتبين انه في كتير من اتباع احمد الاسير هن هي اللي عم بيقوموا بهذه العملية. لحد هلأ ما في شي عند الاجهزة الامنية بيقول انه فيه قرار من احمد الاسير انه يبعط المسلحين. يبعط هادي الناس انه يفجروا حالا. هو شخص موتور ومجنون ظهر يعني بيلخص كل مسيرته. هادي الكذبة اللي طلع فيها وقت لي قال هادي اللعنة اللي بتقول اقتر السيدة عالشة. هادي الشغلة التافهة اللي طلع فيها يوم الكذبة اللي كذبها باطار العمل والتحريضة. شو بده به هادي الكذبة اللي كذبها بنا نشوف نتيش الافعال اللي عبتتصير على الارض يعني. طبعا وين صرنا. والشغلة التانية هي وقت لي صار يضرب هادا الزلم اللي توقف قدامه. هادي بتلخص شغله لشخص موتور ممكن يعمل انه بيحضر الجو لميد انتحاري. ولألف انتحار يفجر وحار ومعبأ الناس بطريقة مخيفة. وكان احد عوامل زيادة التوتر المذهبي بالبلد. مش ضروري يكون احمد الاسير قايل لحدا من اتباعه انه يروح فجر حالك. بس هو يحضر ونفسيا لحتى يجي سراج الدين الزرايقات. يستغلوا. يستغلوا ويجند ولا يروح يفجر حاله. هو عمر له البيت لسراج الدين الزرايقات هلا سراج الدين الزرايقات عم يفتحوا للبيت بس. عطال مفتاح كمان. بس وين احمد لازير? لحد هلا كمان ما في شي يثبت انه فعلا هيدا اللي نحكى عنه انه هو عم يشتغل مع جبهة النصرة وانه امره على لبنان. ما بعرف ما في شي عند الاجهزة الامنية وحتى عن. ما في شي بيأكد وما في شي بيكذب الموضوع هنا او بين في. ايه باستحادة لا ما في شي بيأكد يعني بده بينا وصابه على ما توفرت. خانت اوقف مع بريك اعلاني قصير نعود بعد وانا اتابع هذا الحوار. براحل فيكم جديد بوشادينا واتابع الحوار مع ضيفة استاذ حسن علي اهلا وسهلا فيك من جديد استاذ حسن عم يمرق الوقت كتير بسرعة. كمان بانتظار ان استكمل القوى الامنية والجيش اللبناني اعمالها على الارض ونشوف لوين بنا نوصل بهيدا المعادلات. خلينا نحكي شوي عن الاساس يلي هي سوريا يلي هي يبرود بالتحديد. هلأ حاليا يبرود. يبرود كأنه الاسم اكبر من يعني كأنه عطى حجم اكبر من يلي عم بيصير حاليا على الارض او في قصص عم بتصير ومش عم ينسمع فيها كتير. بارح كمين الغوطة كان كمان يسجل للجيش السوري. هذا الكمين يلي عملوا بالمعارضة ويقالوا انه في اكتر من 200 مسلح كانوا يتحضروا لدعم الجبهة الجنوبية اللي فيه قرار انه تنفتح يعني جبهة جنوبية خلنا نقول درعا الارضن انه شو هم بيصير طيب هلعن زم نحكي عن الجبهة الجنوبية ماشي الحال وعن كمين مبارح يبرود شو عم بيصير. يبرود هي منطقة الالمون كلها مش بس يبرود. بس ما هي اخذ الاسم. هي بديل لقصير هي رديف لقصير. السابق حكينا انه ما رح يكون فيه معركة بالالمون الا اذا شكلت خطر على العاصمة او شكلت خطر على طريق دمشق حمص او شكلت خطر على لبنان. فعلا لما نزلوا على الاوتوستراد الدولي حمص اوتوستراد حمص دمشق اضطر الجيش السوري يقاتلون بالنبكو بداية العطية وقارة. لما صاروا طبعا يبعثوا سيارات مفخخة من يبرود ومن رينكوس ومن فليطة على لبنان. اضطر الجيش السوري بحزب الله يعملوا عملية هلأ العملية اللي عم تصير. طبعا لا تهدف الى اخراج المسلحين من يبرود. ما حدا يتوهم هيك يعني. بقدر ما تهدف الى منعهم من منع المسلحين من ارسال السيارات مفخخة على لبنان. يعني الهدف هو. طبعا ما صار مبين حتى ميدانيا. هو عزل يبرود عن لبنان. عزل يبرود بشفتها منطلق السيارات المفخخة. اهم. 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 والعملية عم تصير على هيدا الاساس. مenciكة إشاسعة ووعرة كبيرة. و smashed. اه. عمž بيسير في عمالية قطع طرقات بين يبرود ولبنان. هيدا اللي عم بيسير حاليا سهل. السهل عملية قطع طرقات. امه. لا تعني معركة كبيرة بي.ögوت يعني من بعد ما تخلص عملية قطعة طرقات شو بيسير؟ بصائر جديدة في يبرود؟ في حال كانوا المسلحين شاف الجيش السوري انه بيقدر مسهول يفوت على يبرود وهني كانوا جزء منه نفل وكانوا ما قاتلوا بشراسة بيكمل دغري على يبرود وفي عامل تاني اللي عليها عامل المدنيين في عشرات الالاف بقلب المدين هيك كان ما بعرف هلا كيف صار في عشرات الالاف المدنيين في منطقة الألمون فبدو ياخد هذا الموضوع معاين الاعتبار كمان حسب ما بتكون نتائج معركة اقفال الطرق بيقريروا اذا بيرجع بيفوتوا على يبرود او لا اذا بيقيت الامور بيبرود مضبوطة بقلب المدينة عالة ان هناك حالات بيفضل حصار الجيش السوري بيفضل يحاصرها ويتركها جوا مثل ما صار بحومص القديمة ومثل ما صار بمناطق تاني بالغوطة ومثل ما صار بأجزاء من الغوطتين يعني مش بكل الغوطة الشرقية طيب كيف فينا هيك باختصار هلأ نوصف الوضع بلا ما نفوت بهيدي الشرح كله كيف فينا نوصف الوضع هلأ بمنطقة القلمون ويبرود ضمنان طبعا لانه هي اخدة العنوان الاساسي وانه بنهاية في الجيش السوري وفي حزب الله ايضا في جزء من الطرق اللي بتوصل من يبرود ورنكوس وفليطة على لبنان على عرسال تحديدا جزء من هيدا الطرق اقفل جزء منه تمت السيطرة عليه بالنيران يعني بيسيطروا على تلة بيقدروا يقوصوا على اي سيارة اي سيارة بدي مرؤ في جزء ثالث بعدهم ما سيطروا عليه هم هو يلي عمسلت بانه السيارات الى لبنان هلأ في اخر سيارة ضبطت بجرود تتذكر اللي كانت مفخخة وهرب صحبة هرب اللي كان سيئة اي صار في اشتباك وفل وانه كان عمسلكوا طريق اخر غير اللي بيسلكوا تقليديا فادا كان دليل انه فعلا صار في ضغط عليهم بمعابر محددة بس طبعا ما سكت الطرقات وما في شي بيسكت الطرقات مية بالمية بس انه بدلا ما يكون عم يمرق بالنهار عشرين سيارة يصير يمرق سيارة فرق المهم انه في جزء من الطرق تسكريت في جزء بعده عم ينشغل علينا تتسكن هادي خلاصة الموضوع طيب مخيمات مخيمات الفلسطينية ببنان بموضوع الارهاب حتى الان يعني على ما يبدو بالتقيقات في علاقة كبيرة مع المخيمات ولا لا علاقة عادية تقليدية طبيعية يعني بين في مطلوبين موجودين بالمخيمات عم يشتغلوا بهذا الملف بس هل المخيمات بيقى حضنة للارهابيين اكيد لا هل المخيمات الفلسطينية هي عم تصدر ارهابيين وعم تصدر سيارات مفخخة اكيد لا بس في اسماء في مجموعات موجودة بهذه المخيمات في مجموعات موجودة بهذه المخيمات مثل المجموعات الموجودة بترابلس الموجودة بعرسال ما في سيارات عم تتسلم بالمخيمات ومحيط المخيمات لا 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 انه محيط المخيمات شو بنا نقول منطقة صبرة يعني شو خاصة ما خاصة يعني ما بتنحط تحت عنوان مخيمات او منطقة قريبة انه هون قريب منكن يعني اي حد الله ما فينا نقول مخيمات حتى اليوم في جهد لازم يعملوا الفصائل يكملوا فيه بطرد هذه المجموعات الموجودة ما عم يعملوا ما عم يقوموا فيه بشكل جدد فيه شخصيات بعين الحلوة تحديدا متورطة بشكل غير مباشر يجب العمل على طردها وعلى تسليمها للدولة اللبنانية او على الاقل طردها من مخيم بس هاي المجموعات هلأ قاعدة على جنب مطبوبة يعني فالخلاصة فيه شخصيات لازم يتوقفوا مثل احمد ابنهم ما بدنا نسمي لا سمي سمي لا لا فيه شخصيات احمد مين لا فيه بسأل احمد طه لازم يتوقف بقى يعني ما كتير بقى فيه غيره مش ليش عم نسمي نحن مين غيره فيه كتير شخصيات عم تشتغل من المخيم مش من المخيمات يعني الا علاقة بالمخيمات ليش احمد طه مش موجود بالمخيمات ما بعرف مش موجود بعين الحلوة ما حدا بيعرف وين هو كان فيه جهد لازم يعملوه حماس كمان بتوقيف اشخاص وتسليمهم وما عملوه فيه عصبة 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 الانصار بعين الحلوة لازم يشتغلو شيء حركة فضح لازم تشتغلو شيء هذا جهد مشترك بس انه فكرة اللي بدي يقولها ما عم يكون متحفظ يعني بس الفكرة اللي بدي يقولها ما عم يكون متحفظ زيادة عم يكون متحفظ زيادة لدرجة انه مش عم نفهم ايه لا فيه جهد لازم يقوم فيه الفصائل بس لا يجوز تحميل المخيمات مسؤولية اللي عم يصير هذه هي بكل بساطة ما فيه عنوان اسمه بعد عنا دقائه ما فيه عنوان اسمه المخيمات مشتركة بدم اللبنانيين هذا الامر ما بجوز يعني بعد عنا ثلاثة دقائه ثلاثة دقائه عندك شي بتقوله عن البيان الوزاري لا لا؟ طيب مشكلتكم مع مشكلتكم كجريت اخبار مشكلت الاعلام بشكل عام مع محكمة المطبوعات ومع القضاء لوين رايحين فيها طبعا انا بحكي عن قضي المؤخرين مع ذنيننا محمد نزال وكان قبل راشا وزاكي كمانا نحن كاملين بهذه المعركة للأسف السلطة القضائية في لبنان هي عم بتكون جهاز تنفيذي عند النظام السياسي منا سلطة مستقلة أبدا حاليا عم بتعيش هذه السلطة وحدة من أيامها السوداء انه في عقل متزمت عم بزيد تزمتا فيها فيه تمسك بالنص بصيغته المتخلفة النخوص القانونية فيه قوانين متخلفة وفيه قضاة مقرارين يكونوا متزمتين بشغله طيب النتيجة؟ النتيجة انه نحن فاتين بمعركة اكيد من نتأمل انه وسائل الاعلام الأخرى تفوت فيها وهذا المعركة ما قال عليها بالسياسي أبدا قال عليها بأنه فيه قاضي أصدرت أصدر القضاء حكم ضده قاضية يعني هي رندا يقضان خلاص صار واضح أصدر القضاء حكم ضده قرار ضده بتخفيض درجاتها هذه القاضية رفعت دعوة على جريدة الأخبار لأنه كشفت ما قامت به لأنه الجريدة محمد نزال تحديداً يعني انت برايك ما بحق إلا ترفع دعوة؟ بحق إلا؟ بحق إلا مما كان يرفع دعوة بس معيب أنه يطلع إنه فضيحة مهما ما إلا وصف تاني أنه يطلع حكم بالآخر بإيدانة محمد نزال لأنه كتب عن الشيء لأدانة فيه القضاء للقاضية يعني هيك بيكونوا دانوا الطرفان؟ لا، هو مش دانوا الطرفان يعني هو في حدا عم بيقلنا أنه ممنوع تحكوا عن قاضي إذا ارتكب خطأ وانت راح تتنعوا عن الحكي؟ أكيد لا، أكيد لا، وهون هي الموضوع يعني بتايد إله كتير جوانب الجانب الأساسي منه اسمه جان فهد الرئيس جان فهد هو شخص متزمت بس نحكي من الناحية القانونية ما عمس فيه شخصياً هو شخص تقليدي ويفسر النصوص بطريقة تقليدية وبطريقة جيفة وبطريقة ما فيه اجتهاد فيه نص كما هو والقاضي جون فهد هو كرأس للسلطة القضائية بلبنان هو المسؤول عن هذا الأدب بكل بساطة وهو عنده فرصة أنه يعمل نفضة بالقضاء بما أنه قدامه عشر سنين هو لا ارتضى أنه تبقى الأمور مثل ما هي ما فيه شي يتغير وفيه قاضي ما بتتبلغ قرار التقديم اللي صاره بحقه وفيه تغطية وفيه هيك فيه بمحلات فيه جهة سياسية بتغطية هذه القضية لمين؟ كل القضاءة مغطاية كلهم ما عندنا عم نقول القضاء بلبنان ليس سلطة مستقلة القضاء بلبنان هلأ بيرفعوا دعوة علينا بهذا الحكي اللي عم نحكيها حاكموا حاكموا زميلتنا رشا أبو زكي وأصدروا بحق حكم والقاضي بنفس الحكم عم بيقول عنا أنه هي اللي حكيت كانت عم تحكي عن رئيس فؤال السنيورة وحكيت أنه ما فيه حسابات بلبنان وقالت أنه فيه حسابات غلط وقالت أنه فيه تزوير بالحسابات هي هاي أمور الرئيس السنيورة بيعترف فيها حتى مش متهمته بمسؤولية مش متهمته بعمل جرمي للرئيس السنيورة أصدر الحكم القاضي أصدر حكم بحقه وغرمه رغم أنه عم بيقول بقلبه أنه هي موضوعية ومهنية بس بمجرد المس بموظف اللي هو الرئيس السنيورة أصدر حكم بحقه وحق الجريدة فيه نظرة متخلفة للحرية في لبنان ونكذب عندما نقول أنه بلدنا هو بلد الحريات نحنا عنا حكية كتير عنا لغوة كتير أدي فيكم تروحوا بالمواجهة؟ أنهم كاملين أول شي ما بقى نحضر نحنا أدام أدام القاضي روكو زرزق لمحكمة المطبوعات أبدا شو ما كانت الدعوة؟ ممكن توصل الأمور إلى أقفال الجريدة؟ إذا حطوكم براسهم ما هي؟ مين؟ مين؟ مين بنسكرها؟ ما بقى المؤخر؟ إن شاء الله أكتفي مش أكتفي أكتفي مجبورة يعني مجبر ونخاكل لأنه انتهى الوقت كان في كتير أمور نحكيها نحنا ماكما حكينا بالسياسة أبدا معاك بسقل صفحات المحلية في جريدة الأخبار حسن عليك أنا بشكر حضرك معنا رفيق اليوم وعينك بكير ومؤسس شعرك ومشى حالك على بكرة الصباح شكرا لمشاهدتنا بهذه الحلقة مشاهدينا الشكل الكبير لكم ولمتابعتكم وإلا لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة